الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم أما بعد أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الشهادة السانوية الأزهرية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا قد انتهينا في اللقاءات السابقة من تفسير الصور السلاس في بداية المكرر صورة الزاريات وصورة الطور وصورة النجم ورأينا أن من المناسب أن نكون بعمل مراجعة عامة على ما سبق شرحه في هذه الصور السلاس وطبعا لا يسعنا الوقت أن نشرح كل هذه الأحكام في الصور السلاس مرة أخرى ولكن سنأخذ وننتقي بعض المواضع التي رأيت أنها قد تحتاج إلى شيء من الفهم أكثر وأكثر ولكن قبل أن نبدأ في المراجعة علينا أن نراعي هذه الأمور مراعاة تامة وهي أولا لا بد من ذكر جميع الأقوال الواردة في معنى اللفظ القرآن ثانيا لا بد من ذكر أسماء العلماء الذين ورد ذكرهم وذكر أقوالهم أحيانا نقول قال الحسن كذا قال ابن عباس كذا لا بد أن تحفظ الإسم وتحفظ القوم لأن من الممكن في الامتحان أن أقول لك ماذا قال أو ما قال فلان فلا بد أن تكون عالما بهذا القوم ومن الممكن أن أقول لك يوجد من العلماء من قال كذا وكذا فمن صاحب هذا القوم يبا لا بد أن تذكر القول وصاحبه الأمر الثالث فهم الإعراب الوارد في الكتاب لبعض الآيات وفهم المعنى على الإعراب رابعا معرفة الكراءة الواردة في بعض الآيات ومعرفة صاحب هذه الكراءة ومعرفة المعنى على الكراءة أحيانا تجد بعض الآيات فيها كراءة هذه الكراءة لا بد أن تعرفها ما الفرق بين كراءة حفص وهذه الكراءة أيضا لا بد أن تعرف صاحب هذه الكراءة لمن؟ لحمزة؟ للكساء؟ لغيره؟ تذكر صاحب هذه الكراءة أيضا لا بد أن تعرف المعنى على هذه الكراءة فإن هذه الكراءة لم تطرد عبسا ولكن لا بد أن لها معنى مؤثر في الآية فتذكر هذا المعنى أيضا لا بد من معرفة الصور البلاغية المنصوص عليها في الكتاب سواء كان صورة البلاغية عبارة عن كناية أو مجاز أو استعارة إلى غير ذلك من الصور هذه الأمور لا بد أن تضعها في ذهنك أثناء المراجعة والمذاكرة بإذن الله فنبدأ بالسؤال الأول وقد وضعنا في كل سورة سؤالا واحدا مكون من فقرات فنبدأ بالسؤال الأول في سورة الزاريات سيقول لك في دوء دراستك لسورة الزاريات أجب عما يأتي ألف بين معاني المفردات الآتي والزاريات زروة فالحاملات وقرى فالجاريات يسرى فالمقسمات أمرا باء سنقول ما نوع ما في قوله إنما توعدون وما المعنى على ذلك ما إعراب هذا الذي في قوله تعالى هذا الذي كنتم به تستعجلون دال ما نوع ما في قوله ما يهجعون وما إعراب يهجعون ها ما المراد بالعبادة في قوله وما خلقت الجن والإنساء إلا ليعبدون للإجابة على هذا السؤال بداية في بيان معاني المفردات من الأفضل أن تضع جدولا تكتب فيه الكلمة ومعناه حتى تكون الإجابة واضحة وعلى النظام الجديد في البوكلن توضع الكلمة ويترك لك واضح السؤال سطرين أو سلاسة حسب المساحة المطلوبة للإجابة فهو يعلمها فيترك لك مكانا كافيا للإجابة فنقول مثلا الكلمة ومعناه الكلمة والذاريات المقصود بها إيه طيب دي أول حاجة إيه في المقر والذاريات أي إيه تمام الرياح ونكتب بقى لماذا سميت الرياح بذلك لأنها تزر الترابة وغير تمام طب الواو اللي في أول كلمة والذاريات ما فيش حد بقى يقول لي ده ما جاب ليش وما نوع الواو انت قلها لأن الواو موجودة في الكلمة والذاريات فتقول والواو للايه تمام للقسم والذاريات ايه مقسم به تمام دي الكلمة الأولى زروة قلنا زروة معناها ايه مصدر مفعول مطلق منصوب تمام طب العمل فيه ايه ايه اللي عمل فيه النظم اسم الفاعل اللي هو ايه الذاريات تمام فالحاملات قلنا الحاملات معناها السحاب لماذا لأنها تحمل المطر تمام طب وكرا 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 ايه ثقلا من الماء وهي مفعول ايه الحاملات تمام فالجاريات قلنا معنا الجاريات ايه الفلك يسرا اي جريا زا يسر اي سهولة فالمقسمات امر سنجد في امتحان البوكلت يترك لك لهذه الكلمة لانه يعلم ان الاجابة فيها تحتاج الى مساحة كبيرة سيترك لك مسافة كبيرة ليه لان المقسمات فيها اراء متعددة او الرأي قلنا ايه المقسمات اللهم ايه المراد بهم ايه الملائكة لماذا لانها تقسم الامور من الامطار والارزاق وغيرهما تمام او تفعل التقسيم مأمورة بايه مأمورة بذلك يعني هي لا تقسم من تلقاء نفسها ولكنها مأمورة بهذا الايه بهذا التقسيم او تتولى تقسيم امر العباد فجبريل للوحي وميكائيل للرحمة وملك الموت لقبض الارواح واسرفين لايه ها للنفخ في الصور تمام ويجوز ان يراد بالمقسمات الرياح لا غير لماذا الا انها تنشئ السحابة وتقله وتصرفه وتجري في الجو جريا سهلا وتقسم الامطار بتصريف السحاب نلاحظ ان في هذه الكلمة سلاسة اقوال القول الاول انها الملائكة ثم داخل هذا القول من قال انها تقسم بنفسها او تتولى التقسيم او انها قسمت امور العباد والقول الثاني قال لا دا المقصود بها الرياح وذكرنا كل الاقوال ولم نكتفي بقول واحد لان انت لو اكتفيت بقول واحد وهذا انبه عليه مرارا وتقرارا فانك لن تحصل على الدرجة كاملة باء نوع ما في قوله انما توعدون فيها قولين القول الاول موصولة والمعنى على ذلك اي الذي توعدونه بالقول الثاني كنا او مصدرية والمعنى على ذلك اي وعدكم وعدا صادقا جيم اعراب هذا الذي طبعا ايجابيتها سهلة دي هذا الذي في قوله تعالى هذا الذي كنتم به تستعجلون هذا مبتدأ تمام والذي خبر دال ما نوع ما في قوله ما يهجعون انما هنا مزيدة للتوكيد ويبقى المعنى ايه بقى لابد ان نذكر المعنى ويهجعون خبر المعنى بقى على كده ايه كانوا يهجعون في طائفة قليلة من الليل ده المعنى الاول المعنى التاني ان ما في قوله تعالى ما يهجعون مصدري ويكون التقدير ايه كانوا قليلا من الليل هجوعهم طب ممكن تكون نافية طبعا بنقول لا ولا يجوز ان تكون ما نافية على معنى انهم لا يهجعون من الليل قليلا ويقومونه كل ها المراد بالعبادة ودي نقطة مهمة جدا المراد بالعبادة في قوله وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون لان قلنا ان فيها ثلاثة اراء الرأي الاول ان العبادة هنا ليست عام ان حملت العبادة على حقيقتها وهي الإمام بالله والعمل الصالح مش هتبقى الاي عام بل المراد بها ايه تمام المؤمنون من الفريقين هيقولك دليلك ايه قله دليلي السياق حيث قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفعل ايه المؤمنين طيب وقيل إلا لأمرهم بالعبادة هذا القول التاني من الله سبحانه وتعالى خلقهم ليأمرهم بالعبادة وهو من قول عن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه وقلنا ان فيها قول تالي من اللي يذكره تمام وقيل إلا ليكونوا عبادا لي تحمل العبادة هنا على ايه قالوا الوجه ان تحمل العبادة على التوحيد فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما كل عبادة في القرآن فهي ايه توحيد طيب ما هم مش موحدين في الدنيا قالوا الكل يوحدونه في الايه في الاخرة لما عرف ان الكفار كلهم مؤمنون موحدون في الاخرة طيب ايه الدليل الدليل قوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين تمام ويقولك تمو اشرك في الدنيا تقوله نعم قد اشرك البعض في الدنيا لكن مدة الدنيا بالاضافة الى الابد اللي في الاخرة اقل من ايه اقل من يوم ونفاكر نحن ضربنا مثال قلنا فمن استأجر غلاما وقال ما استأجرته الا للكتابة كان صادقا في قوله وان استعمله في يوم من عمره لعمل ايه لعمل اخر ننتقل ابنائي وبناتي الى السؤال الثاني وهو من سورة الطور نقول فيه فضوء دراستك لسورة الطور اجب عما يأتي ألف ما معنى قوله ان المتقين في جنات ونعيم وما معنى قوله فكهين وما اعرابها وما اعراب قوله في جنات وعلى ما عطف قوله ووقاهم ربهم باء ما اعرابوا ام في قوله ام يقولون شاعر وما معنى قوله نتربص به ريب المنون وما المراد بالاحلام في قوله ام تأمرهم احلامهم وما السورة البلاغية فيها وما المشار اليه في قوله بهذا وما معنى قوله ام هم قوم طاغون وما معنى تقوله في قوله ام يقولون تقوله نجيب عن هذا السؤال نكتب الرقم للسؤال هو ألف معنى قوله ان المتقين في جنات ونعيم اي ان المتقين في جنات اية جنات ونعيم اي نعيم بمعنى الكمال في الصفة واحنا ضربنا مثل وقلنا لما واحد يكون ساكن في شقة جميلة او اسر او فيلا يقول فيلا النمى ايه كلمة النمى ايه ديت يعني معناها ان هي حاجة غاية في العظم وغاية في الجمال والكمال او في جنات ونعيم هذه الجنات مخصوصة بالمتقين وخلقت لهم خاصة الاية فيها معنية فلا تذكر واحد وتترك الاخ وقلنا ان معنا فكهين ايه تمام متلززين طب واعربها يقول حال من الضمير المستكن في الجاري والمجرور اللي هو قوله تعالى في جنات طب اعرب في جنات ايه ان في محلها رفع خبر ان تمام ويبقى التقدير ايه بقى ان المتقين استكروا في جنات ونعيم حال كونهم متلززين لا تقدير طب فيه تقدير تاني حد يفتكره ايوه تمام او كائنون في جنات حال كونهم متلززين طيب بيقول لي على ما عطف قوله تعالى ووقاهم ربهم الواو والعطف دي هو بيسأل ليش نوع الواو ايه هي نوع الواو للعطف طب عطفت عليه بقى على قوله تعالى في جنات اي ان المتقين استكروا في جنات ووقاهم ربهم يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيعدد النعيم بيقول ان هم مستقرين في جنات ووقاهم ربهم عذاب الجحيم ده العطف الاول طيب بيقول لا ده معطوف على قوله تعالى اتاهم ربهم فكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ولكن على ان تجعل ما مصدري ويبقى المعنى ايه فكهين بإيتائهم ربهم ووقايتهم عذاب الجحيم بكأن المتقين متلززين بامرين الامر الاول ما آتاهم الله سبحانه وتعالى به في الاخرة والامر الثاني انه وقاهم من عذاب الجحيم طب اعراب ام في قوله ام يقولون شاعرون حد يفتكر اعراب ام تمام ام ايه منقطعة بمعنى ايه بل والهمزة فتفيد الايه الاضراب والاستفهام تمام ام يقولون شاعرون نتربص به ريب المنون قلنا ريب المنون يعني ايه يعني حوادث الظهر تمام طب نتربص به ريب المنون على بعضها اي ننتظر به نوائب الزمان فيهلك كما هلك من قبله من الشعراء زهير والنابغة تمام طب ما المراد بالاحلام في قوله ام تأمرهم احلامهم المراد بالاحلام في الاية ايه قلنا تمام العقول طب والصورة فيها صورة بلغية ايه الصورة البلغية اللي فيها قلنا ان فيها ايه تمام مجاز ليه بقى مجاز ليه لان العقل لا يأمر فكأن الله سبحانه وتعالى صور الأحلام في صورة ايه رجل يأمر صاحبه بشيء معين وده من قبيل الايه من قبيل المجاز طيب ما المشار اليه في قوله بهذا مشار اليه ايه تمام التناقض في الايه في القول وهو قولهم ايه تفسر بقى قولهم ايه انهم قالوا كاهن وايه وشاعر مع قولهم ايه مجنون وده تناقض في القول وطبعا وكانت كوريش يدعون في الجاهلية اهل الاحلام والنهى طب معنى قوله ام هم قوم طاغون طاغون يعني ايه مجاوزون الحد في العناد مع ظهور الحق الحق له طب معنى تقوله في قوله تعالى ام يقولون تقوله ان تقوله يعني ايه يعني اختلقه من محمد صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه بذلك نكون قد وصلنا لنهاية السؤال الثاني ونأخذ سؤالا سالسا في سورة النجم فنقول ما نوع الواو في قوله والنجم وما معنى قوله اذا هوى ومن المقصود بصاحبكم في قوله ما ظل صاحبكم ولمن الخطاب فيها يعني في هذه الآية ولمعبر به يعني عبر بصاحبكم وما معنى قوله وما غوى وما معنى قوله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ومن المعلم والمعلم في قوله علمه شديد القوة وما مظاهر قوته وما معنى قوله ذو مرة وقوله فاستوى دا ألف با من مراد بالتولي في قوله أفرأيت الذي تولى وما السورة البلاغية في هذه الآية وما معنى قوله وأعطى قليلا وأكدا وفي من نزلت هذه الآية وما السورة البلاغية فيها جيم لما أطلق المولى عز وجل في قوله وإبراهيم الذي وفى وما قول الحسن في ذلك نجيب عن هذا السؤال فنقول وبالله التوفيق نوع الواو في قوله والنجم وأن الواو في بداية السور كلها للقسم وأن الله سبحانه وتعالى أقسم بجنس النجوم المقسم به النجوم وليس نجما محددا معنى قوله إذا هوى أي إذا غرب أو انتشر يوم القيامة تمام طيب ما المقصود بصاحبكم في قوله ما ضل صاحبكم المقصود بمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تبه الخطاب في الآية المين عموما لكريش ما ضل صاحبكم أي يا كريش ما ضل محمد صلى الله عليه وسلم تبليه ربنا سبحانه وتعالى عبر بصاحبكم ولم يعبر مثلا بأخيكم أو ابنكم أو صديقكم لمعبر بالصاحب هتقول عبر به لأنه صلى الله عليه وسلم صاحبهم طوال أربعين سنة لم تشبه شائبة تمام طيب معنى قوله وما غوى أي ما وقع في اتباع ما وقع في اتباع الباطن وقيل الضلال نقيض الهدى والغي نقيض الرجد إبا كأنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بصفتين ألا وهما أنه تمام أنه مهتد إيه راشد وليس كما تزعمون من نسبتكم إياه إلى الضلال والغي تمام طيب ما معنى قوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أي ما آتاكم به من القرآن ليس بمنطق يصدر عن هواه ورأيه قوله إنما هو وحي من عند الله يوحى إليه طيب المعلم في قوله علمه شديد الكوة المعلم من؟ تمام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طيب والمعلم والمعلم هو جبريل عليه السلام طيب ربنا سبحانه وتعالى وصف سيدنا جبريل بأنه شديد الكوة ما مظاهر قوته أخذنا عدة مظاهر يعني من الأفضل أن تذكرها كلها فتقول مما ظاهر قوته أنه اقتلع كرة قوم لوط من الماء الأسود يعني من المياه الجوفية يعني مسافة كبيرة من سطح الأرض وحملها على جناحه ورفعها إلى السماء ثم قلبها هذه سورة وسورة أخرى وصاح صيحة بثمود فأصبحوا جاثمين أي هالكين تمام لو ربنا سبحانه وتعالى وصفوا كمن بأيضا ذو مرة فاستوى معنى قوله ذو مرة ومعنى ذو منظر حسن ومعنى قوله فاستوى أي فاستقام على صورته الحقيقية دون الصورة الآدمية التي كان ينزل بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أن يراه في صورته الحقيقية فاستوى له في الأفق الأعلى وهو أفق الشمس فملأ الأفق وكان من عدد سيدنا جبريل أبناء وبناتي كما كنا قبل ذلك أنه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة بشر سوي وفي صورة حسنة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج أحب أن يرى سيدنا جبريل عليه السلام على هيئته الحقيقية فرآه في هذه الليلة مرتين مرة في الأرض وظهر له في الأفق أفق الشمس فسد الأفق من عظم هيئته ثم رآه مرة أخرى في السماء وكنا أنه لم يراه أحد من الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية تكتب كل هذه الأقوال وتكتب كل هذه الآثار وقيل ما رآه أحد من الأنبياء في صورته الحقيقية سوى محمد صلى الله عليه وسلم مرتين مرة في الأرض ومرة في السماء باء هنقول المراد بالتولي في قوله أفرأيت الذي تولى كنا أن معناها إيه أعرض عن الإيمان وكنا أن الصورة البلاغية في قوله تعالى أفرأيت الذي تولى الصورة البلاغية الموجودة في هذه الآية إيه تمام استعارة تصريحية تمام وسمناها استعارة تصريحية ليه فقد استعارة الإدبار والإعراض لعدم الدخول في الإيمان تمام تم قلنا معنى قوله وأعطى قليلا وأكدى معناها إيه؟ قلنا معناها قطع عطيته وأمسك عن العطاء وقلنا أصله إيه؟ أصله إكداء الحافر وهو أن تلقاه كدية يعني شخص الذي يحفر تلقاه كدية يعني أبارة عن صخرة عظيمة ويقول وهي صلابة كالصخرة فيمسك عن الإيه؟ عن الحافر طيب في من نزلت هذه الآية أن نزلت هذه الآية فيها مختلف أن في رأي قال أنها نزلت في كل من أعرض عن الإيه؟ عن الإيمان وهذا القول لمن؟ تمام عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في من كفر بعد الإيه؟ بعد الإيمان يبقى الآن دي نزلت في كل شخص كفر بعد الإيمان ده القول الأول القول الثاني قال لا وهو لمن؟ صاحب هذا القول تمام مجاهد وابن إيه؟ وابن زيد قال أنها نزلت في من؟ في الوليد بن المغيرة إيه حكاية الوليد بن المغيرة؟ قلنا أنه كان قد اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بعض الكافرين وقال له تركت دين الأشياخ وزعمت أنهم في النار يعني الأشياخ المكصود بها الأباء والأجداد وزعمت أنهم في النار قال يعني الوليد بن المغيرة هذا قال إني خشيت عذاب الله فضمن له هذا الشخص الذي عيره إن أعطاه شيئا من ماله ورجع إلى شركه أن يتحمل عنه عذاب الله ففعل الوليد يعني عاد إلى شركه وأعطى إلى هذا الشخص الذي عاتبه بعض ما ضمن له ثم بخل به بعد ذلك ومنعه تمام طب الصورة البلاغية في الآية إيه؟ قال لي الصورة البلاغية في هذه الآية كالآية السابقة لها استعارة تصريحية يمكن أن نقول المعنى إيه؟ على الاستعارة حيث شبه من يعطي قليلا ثم يمسك عن العطاء بمن يمسك عن الحفر بعد أن حيل دونه بصلابة كالسخرة وإطلاقه جيمباء يمكن أن نقول لما أطلق المولى عز وجل في وصف سيدنا إبراهيم فقال وإبراهيم الذي وفى أطلق ليه؟ وقول وإطلاقه ليتناول كل وفاء طب قول الحسن في هذه الآية يقول ما أمره الله بشيء إلا وفى به أبنائي وبناتي الأعزاء نرى أن الأمور سهلة ومبسطة بإذن الله فهذا هو كتاب الله سبحانه وتعالى والمذاكرة فيه يعني الله سبحانه وتعالى يوفق صاحب هذه المذاكرة لأنه يتناول معاني كتاب الله وكلمات الله سبحانه وتعالى فيسعد بها في الدنيا والآخرة فأوصيكم بالمداومة على المذاكرة وتكرار العلم فإنه يحلو بالتكرير ويحلو بكسرة المطالعة وأن كسرة المطالعة جهاد وهو جهاد العلم في سبيل الله سبحانه وتعالى نكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وعلى وعد بلقاء قادم إن شاء الله أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته